أهلا بكم من جديد لقطع العدل الآن طلب ضحايا الخليفة بنك مؤسسات عمومية وافراد من القاضي تعويضهم لأموالهم التي يوضعوها في بنك الخليفة خلال سماعهم اليوم في جنايات البوليدة أثناء الجرسة السادسة وراشين من محاكمة الخليفة نتابع التفاصيل مع وليد بهروة ضحايا بنك الخليفة مؤسسات وافراد استمع إليها قضي محكمة جنايات اليوم في اليوم السادس والعشرين من محاكمة الخليفة كلها طالبت بتعويضهم أموالهم التي أودعوها في بنك الخليفة أثناء حدوث الوقائع ولم تسترجع إلى حد اليوم ومنهم من قدم لنا نمادج عن سكوك لبنك الخليفة يشكوها للصحافة نحن التعويض من المفترضين في بنك الخليفة خليفة عبد المؤمن في تنسك لكي نعمل على الإطلاع ممثل أيضا مجموعة المدعين لأموالهم أمام بنك الخليفة صرح أولا بكل أحاسيسه عن الألم الذي تلقا هو وجميع الأشخاص الذين يتم منجرونه باش يبين ويوصل هذا الفكرة إلى عادلة محكمة الجنايات لماذا أثناء تسيير المتصرف الإداري لم يقوم بأخذ الوقت المناسب لأن هذا مهم جدا قانونا لأن المتصرف الإداري كان يسيح في البنك التي ما زال اعتماد قائم انتهى القاضي من سماع معظم الأطراف المدنية وغدا سيكون الدور على باتسي مصفي بنك الخليفة وهو مفتاح كذلك في هذه القضية ننتظر وتنتظرون أنتم ماذا سيقول وليد بوهراوة من داخل مجلس قضاء البوليدا لتلفزيون النهار